لماذا يقتل الأطفال؟ تساؤلات تنجم من شعور كل طفل فلسطيني مستهدف في ظل تواصل الأوضاع والواقع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة الوضع في غزة أصبح أكثر خطورة على الأطفال بسبب صعوبة العثور على الدواء والرعاية الصحية في معظم المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي وأصبحت غير مجهزة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المرضى وخاصة الأطفال بظل انتشار الأمراض بين النازحين في المخيمات لا يوجد علاج يكتب لك الدكتورة في الرشدة يجيب علاج في المستشفى لا يوجد رحنا على الصيدلية لا يوجد علاج رحنا على المدرسة لا يوجد علاج وين فيش علاج منظومة حقوقية شبه معدومة بدءا من حق الطفل في الحياة وغير متوفرة للطفل الفلسطيني في غزة الآن وفي ظل غياب مكان آمن في القطاع حياة أطفال غزة مهددة بالخطر نتيجة القصف وانقطاع الغذاء والماء والدواء والانتهاك الصارخ والواضح لجميع مواد اتفاقية حقوق الطفل التي تتضمن 54 مادة وكانت إسرائيل من بين الدول التي وقعت عليها وتنص المادة السادسة على اعتراف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وأن الدول الأطراف تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه العلاج الوحيد الذي يوصل للأطفال هو عبارة عن محليل فقط لا غير أما كعلاجة خفض الحرارة، مضوضات حيوية، مستكنات الإعلام لا يوجد أي شيء داخل المستشفى نحن نعالج الأطفال بلا دواء الأطفال يشكلون ما لا يقل عن 40% من نسبة ضحايا هذه الإبادة من جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء أولئك الذين سقطوا شهداء جراء القصف الجوي والبري والبحري أو من تعرضوا لانتهاكات جسيمة نتيجة الحصار والنزوح وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام المياه الصالحة للشرب ترجمة نانسي قنقر